نهاردة محمود الزنفالي جاله خبر روحشة محمود الزنفالي ده حصد روحشة اوي ده راح النادي الاهلي 6 شهور ملعبش ملامس الكورة في اي مباراة رسمية بعد كده راح حرس الحدود النهاردة لجنة شوين اللاعبين بتبلغ الزنفالي انه اللاعب او بتبلغ نادي غزل المحل اللي هو كان مضيله يعني انه تم تنفيذ اقوبة اربع شهور او يعني توقيع عقوبة اربع شهور على الزنفالي وتغريمه 350 الف جنيه بسبب توقيعه لغزل المحل وحرس الحدود في نفس الوقت اي العقوبة لجنة شوين اللاعبين اختارت نادي غزل المحل قرار بشأن الشك والمقدمة من النادي ضد اللاعب محمود الزنفالي وجاء القرار باقاف اللاعب لمدة اربع شهور وتغريمه 350 الف جنيه وكان مجلس ادارة شركة غزل المحل قد تقدم بشكل ضد اللاعب بعد توقيعه للناديين يعني الراجل هيقض سنة تاريما ما بيلعبش كرة خالص محمود الزنفالي للأسف حاليس جيد يعني بس حظه وحش وبرده قراره غلط نختم دي النديين يعني ما بقول حظه وحش بس برضه قراره غلط جدا طي طي